المانيا وفرنسا شراكة من أجل أوروبا لقاء الأسبوع موزير الخارجية الألماني جيدو فيستابيلي السيد الوزير خمسون عاما على معاهدة الإليزي والمصالحة الألمانية الفرنسية هذا يعني أولاً أننا نجد في الصداقة الفرنسية الألمانية جوهارة حقيقية في كنزنا الأوروبية ولكنها أيضاً ركيزة حقيقية بالنسبة لنا كدولتين ويكفي أن نشير إلى أن هناك نحو ألفين من الشراكات الثنائية بين ألمانيا وفرنسا مما يبين سعة هذه العلاقة لدينا قناة تلفزيونية فرنسية ألمانية قوات مشتركة تقوم بعمليات مشتركة ولهذا فأنا أعتقد أن ما بدأ قبل نسب قرن عرف تطوراً كبيراً هل كانت المصالحة الفرنسية الألمانية بين ديغول وأدناور أساساً لهذه العلاقة السلمية الباهرة في هذه القارة؟ كانت تلك بمثابة الشرارة الأولى أما الأساس فهي الصداقة بين الشعبين ومنها شبكة الشبيب الفرنسية الألمانية لقد شهدت ذلك بنفسي في منطقة الرعين في مرحلة شبابي كانت تلك حقيقة قصص نجاح مذهلة ألهمتنا كثيراً في شبابنا حيث نشأت صداقات سواء عبر المراسلة أو تبادل الزيرات فيما بيننا وهل شعرتم بالبغض؟ نعم لقد عيشت ذلك أيضاً لكن لا أحبذ أن أسمي ذلك بغضاً دفيناً إنه على الأرجح شعور بالحزن والاستيهاء إذا ما فعلته ألمانيا بفرنسا في الحرب العالمية الثانية لقد عشت ذلك عندما كنت في منطقة بريطاني الفرنسية في رحلة مع اثنين من أصدقائي وأردنا شراء شيء من محل تجاري صغير لكن السيدة المسنة رفضت أن تخدمنا ثم ذهبت إلى الغرفة الخلفية وسمعتها وهي تبكي ثم خرجت ابنتها وقالت يا شباب هذا ليس له علاقة بكم ولكن بسبب ما قتل أبي من قبل الألمان في الحرب العالمية كان ذلك في سبع نيهات القرن الماضي لكن لحسن الحظ لم يعد هذا يؤثر اليوم على العلاقة بين شعبين اليوم تتطلع كل من الدولتين إلى الأمام وإلى ما يمكن القيم به معاً لو نظرنا إلى هذه العلاقة على امتداد نصف قرن سنرى التفاهم الكبير بين السياسيين الألمان والفرنسيين ديغول وآدينور هلموت شميت وفاليري جيسكاردستان هلموت كول وفرنسوا ميتيرون وأيضاً شراك وغيرهات شرودر يبدو أن السياسيين تفاهموا جيداً بغض النظر عن الحسابات الحزبية هل يشكل هذا جزءاً من نجاح هذه الشراكة؟ لا أعتقد بوجود قانون في هذا المجال بقدر ما أنها مسألة مرتبطة بطبيعة الأشخاص شخصياً ألاحظ ذلك في علاقات التعاون مع بقية وزراء خارجية أوروبا لا يتعلق الأمر بالأحزاب والسياسات الحزبية بقدر ما أنه مرتبط بالتفاهم الجيد بين شخص وآخر وإمكانية التوصل إلى رابط لذلك بشكل سريع قد يكون الأمر له علاقة بمزاج مماثل أو مصالح متشابهة أو أن شخصاً أكثر فتاحاً وآخر متحفظ وبالتالي تحصل صعوبات أكثر في التواصل إن تطوير علاقات شخصية جيدة شبيه بالعلاقات العادية في الحياة لقد كنا محظوظين لأن صنع القرار في فرنسا وألمانيا في فترة ما بعد الحرب أقاموا رغم الصعوبات في البداية صلات شخصية موثيقة الأمر الذي يستمر حتى يومنا هذا يعني أن الأمر نفسه بين أنجيلا ميركل وفرنس وأولوند هل تعتقد أنهما بعد الاحتكاكات الأولى سيشكلان ثنائياً نموذجياً؟ أعتقد أن الأمر ممكن جداً وسنبذل كل الجهد حتى ننجح في ذلك أستطيع تأكيد على أنه كانت لي في البداية وجهات نظر مختلفة ومناقشات كثيرة مع سلفي لوران فابيوس ألان جوبي الذي ينتمي لحزب سياسي آخر وبعد ذلك أصبحت علاقات العمل متميزة تجمعنا مع لوران فابيوس علاقة تعاون وثيقة جداً وبالنظر إلى ما يوجد من حولنا في العالم وأوروبا أعتقد أنه لا يوجد تبادل وثيق لوجهات النظر في السياسة الثنائية كما هي الحال بين فرنسا وألمانيا ويؤكد ذلك عدد لا يحصى من اللقاءات والمكالمات الهاتفية لم يعد ثمت شيء خاص عندما يلتقي سياسيون ألمان وفرنسيون كما كان الأمر في مرحلة شبابي هذا يعني أنك تناسق بشكل مستمر مع نظيرك فابيوس فيما يحص مالي مثلاً؟ أستطيع أن أقول وبلغة الأرقام أننا على اتصال دائم مع بعضنا البعض سواء في المؤتمرات أو من خلال اللقاءات الثنائية مرة إلى مرتين في الأسبوع وينتبق ذلك أيضاً مرة أخرى بخصوص القرار الصعب المتخذ إذا أمالي ومما يساعدنا في هذا المجال أن المباحثات ليست معقدة وجامدة ولا تخطوى للشكليات بطبيعة الحال هناك طبعاً مراسم وتقص رسمية التي تفرض بروتوكولاً معيناً للقاءة الرسمية ولكن بصراحة هذا ليحدد جوهر علاقتنا التي تتميز بالكثير من المحادثات الودية وكذلك أحياناً بالتبادل الجدي لوجهة النظرة ألمانيا وفرنسا هم دائماً القوة المحركة في أوروبا هذا ينطبق على السوق الأوروبية المشترك سابقاً والاتحاد الأوروبي حالياً بأعضائه السبعة والعشرين هل العلاقة الفرنسية الألمانية هي شرط لا غناً عنه للتقدم في الوحدة الأوروبية؟ نعم أتفق معك وأعتقد أن فرنسا وألمانيا هما في أي خطوة اندماج في أوروبا شرط لا بد منه ولا غن عنهما هذا لا يعني أنه يكفي فقط اتفاق ألمانيا وفرنسا ولكن عدم اتفاق فرنسا وألمانيا يمنع التقدم في الشأن الأوروبية ومع ذلك فهو مهم لأننا لم نعود نعيش في أوروبا الغربية وإنما في أوروبا حتى نشرك الآخرين والجيران ولكن نعود مرة أخرى إلى ما يميز علاقتنا لا يسعني سوى تنبيه الجميع إلى أن الصداقة الألمانية الفرنسية ليست مسألة بديهية وينبغي أن لا نعتقد أنها ستظل دائما على هذا النحو فقط لأنها تطورت إيجابيا في العقود الأخيرة يجب أن نعمل يوميا من أجل المحافظة عليها وهذا طبيعي في جميع الصداقات وينبغي أن نعمل بعضنا البعض دائما باحترام أعتقد أن جيل الشباب يجب أن يكون مهتما جدا بما يحدث في أوروبا على وجه الخصوص في البلد الجار الصديق فرنسا وينبغي أن ينتهز الشباب فرصة العيش في أوروبا والتعلم بالنسبة لجيل كان الوضع مختلفا جدا ولم يكن أمرا بديهيا يجب أن أقول اليوم إنه لو كان بإمكاني إعادة دورة حياتي مرة أخرى والعودة إلى شبابي والذهاب إلى المدرسة أو الجامعة فأنني سأختار بالتأكيد الحياة لفترة من الوقت في بلدان أوروبية أخرى وربما في فرنسا لأن هناك فرقا بين زيارة بلد كسائح أو ربما لأسباب تجارية أو مهنية وبين الخوض في حياتها اليومية فمن الضروري جدا معايشة الثقافة بالمعنى الحقيقي للكلمة بكافة الحواس والتعرف على اللغة من كافة جوانبها من هذه التجربة ينمو التفاهم وهذا هو الأساس المتين للصداقة الألمانية الفرنسية السياسيون يأتون ويذهبون وكذلك الحكومات البرلمنيون بدورهم يعملون فترة محدودة فقط ما ينضغي أن يظل هو الصدقة من الشعوب أنت من إقليم رايلاند على الحدود مع فرنسا فهل أثرت الثقافة الفرنسية في فترة شبابك على سبيل المثال عبر الأفلام والأغاني والأدب أم أنها لم تترك تأثيرا عليك لقد لعب ذلك دورا رئيسيا كنت مهتما جدا بمؤلف اسمه أندري جيد لأسباب كثيرة ولكن أهم من ذلك أنه كان لي في فرنسا أصدقاء من نفس العمر في بلدة صغيرة جنوب باريس تدعى إيتوب حضرت احتفالات أعياد الميلاد وحاولت المشاركة في الاحتفال بلغة الفرنسية ضعيفة تجربة كهذه تظل عالقة في الذاكرة دون شك أيضا لأن في فرنسا اهتمام أكبر بالتقاليد مما في ألمانيا نعم وهذا ظل عالقا في ذاكرة هناك أيضا التعامل المختلف مع الإجداد هذا كان يحدث في أسرتنا أيضا لذلك كنت مهتما جدا بما يحدث وذلك لأنني عشت في أسرة يمكن وصفها في لغة العصر بالأسرة الخليط وهي أسرة ظلت متماسكة دائما لكنني عشت أيضا كيف يحضر الناس في فرنسا للاحتفال قبل عدة أيام وكيف يحضرون الطعام الاحتفالي استعدادا للأيد مثل عيد الميلاد كانت تجربة لا تنسى وهم كانوا مواطنين عاديين من طبقة الوسطى الفرنسية الدفء والمحبة التي قابلنا بها نحن الشباب الألمان فتنتنا باختصار وكيف أن الأسرة حمتنا أن نواجه نحن الشباب في عمر مباكر التاريخ القاسي لكن كانت هناك الفرحة بالصداقة التي نمت مع الإبنة والإبن الشابين والتعامل الجيد بيننا تجربنا المشتركة لا يمكن أن تنسى هذه التجربة طبعت شخصيتي لذلك تعتبر الصداقة الفرنسية الألمانية بالنسبة لي أكثر من قضية فقط لوزير خارجية أو سياسية بل هي من ببادئي بناء الدولة بالنسبة لي هي فصل من قصة حياتي وبدونها ستكون الحياة أفقر بالتأكيد سؤال أخير أيهما تفضل الطعام الفرنسي أم الإيطالي؟ قد يبدو الأمر نمطيا ولكنني أقول بصراحة إننا عندما نطهو في المنزل نفضل الطعام الألماني شكرا لك سيد فيستر فيلا شكرا شكرا لك